اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض وحيي ويميت وهو على كل شيء قليل هو الأول والآخر والواهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فهو ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخدفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميزاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرغوف رحيم وإن الله بكم لرغوف رحيم وأنفقوا في سبيل الله ولله ميراز السماوات والأرض لا يستوي منكم من أوفق من قبل الفتح وقاتا لا يستوي منكم من أوفق من قبل الفتح وقاتا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقل لن وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يطرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجرا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أشراكم اليوم جنية تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم يطول المنافطون والمنافين يطول المنافطون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نقتبس من نوركم إن أرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب تنادونهم ألم نقم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم ووردكم الأمان وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ومئس المصير ومئس المصير وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمن فقست قلوبهم وكثير منهم وكثير منهم فاسطون وكثير منهم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعطلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله كربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء والشهداء ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكلموا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم حسنا والذين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم لهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ونقوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أرض السماء والله الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نضرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليطوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتبوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب لألا يقدرون على شيء من فضل الله لألا يعلم أهل الكتاب لألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله صدق الله العظيم